English Articles English Articles من الدروس الشيقة جدا في English Grammar اللي هي بنتكلم فيها عن الأدوات ايه أنواع الأدوات عندنا في English Language عندنا Definite Articles و Indefinite Articles ال Definite Articles هي واحدة بس في الإنجلش اللي هي أداة المعرفة ده ليه؟ لأن الاسم اللي بعدها بيكون معرف يعني معروف أو مفهوم هو مين لكن ال Indefinite Articles اللي هو عندنا اتنين اللي هي أدوات النكرة وان عشان الاسم اللي بعدهم بيكون مش معروف يعني مثلا لما بقول امان، اتري، اجرل أنا مقصدش راجل معين ومقصدش شجرة معينة أنا بقصد أي شجرة أو أي بنت أو أي رجل مش مفيش حد محدد على عكس لما بقول The زي مثلا The Tree أو The Girl أنا هنا بقصد حد أو شيء معين معروف وذكرناه قبل كده فيه بس ملاحظة بسيطة جدا بعض الناس بتطلخبط لأن بنسمع بعض الإخوة المدرسين فيه حد ممكن يقول ايه وممكن حد يقول ايه يعني مثلا حد يقول امان وحد يقول ايمان وحد يقول ايه فإحنا ما بنبقى يعني مستغربين يا ترى مين المدرس اللي نطقه صح ومين المدرس اللي نطقه غلط هي مش مسألة صح أو غلط هو فيه حاجة درس فيه الفوناتكس اسمه الفوناتكس اللي هو علم الصوتيات لو حد فينا هيدخل لغات وترجمة أو ألسن أو أداة بإنجلش هياخد الدرس ده اللي هو بيتكلم عن ففيه حاجات كتير عندنا بيبقى بتتنتق بطريقتين طريقة strong اللي هي بتبقى formal أكتر وطريقة weak اللي هي في الconversation أكتر فالstrong form من الحرف أو الارتكل اللي احنا شايفينها ايه بس ده هيبقى كلام يعني مثلا اقول ايه dog ايه man ايه tree بس ده هيبقى very strong form يعني مديني نطق تقيل شوية وفورمل شوية احنا دايما في الconversation العادية بنستخدم الweak form لأن من الارتكلز مش محبب ان احنا نتك عليها واحنا بننطقها فبيبقى مفضل ان احنا نستخدم معاها الweak form ان انا انطقها على طول اقول a dog a cat a tree مش محبب ان انا قديها stress جامد تجديد جامد في طريقة النطق فاحنا بس دي للتسكرة عشان لما نسمع حد بيقول ايه ما نقولش ان هو غلطان هو مش غلطان ولا حاجة بس هو حابب ان هو يستخدم strong form طيب like adjectives زي الصفات بالزبط الارتكلز موديفاي ناونز يعني الادوات دي اللي هي بنوعيها سواء الديفنت او الانديفنت هما الاتنين بيجوا قبل الاسم يعني بقول the man ما بقولش man the بقول امان ما بقولش man a ايه هي انواع الارتكلز في الانجلش عندنا زي ما قلنا دفنت ارتكل اللي هي ال the والان دفنت ارتكلز اللي هي ادوات النكرة اللي هي a و an طيب هناخد الاول الاستخدامات بتاعة the وبعد كده نروح لل a والان اول حاجة عندنا the دي بتستخدم عشان تشير الى specific or particular nouns يعني اسم معين او محدد احنا بنشير لحد محدد لما بقول the girl لانا اقصد بنته معينة معروفة عرفتها قبل كده واتكلمت عنها قبل كده على عكس لو انا استخدمت a or an دي هيبقى حاجة او حد non specific غير محدد او غير معلوم على سبيل المثال لو قلنا let's read the book يلا نقرأ الكتاب هنا انا اقصد كتاب محدد انا اقصده مش اي كتاب وخلاص لكن لو اقترحت على زمالي وقلت let's read a book يعني ايه رأيكم نقضي وقت فراغنا في قراءة كتاب جديد هنا انا ما اقصدش كتاب معين واقصد اي كتاب وخلاص ده مثال بسيط عشان يوضح لنا الفرق الاول بين the وبين a وان لو قلت مثلا i just saw the most popular movie of the year هنا انا مستخدمة the عشان ده صيغة السوبرلاتف اللي هي the most popular يعني اكتر الافلام المشهورة زي ما اتفقنا في الدرس بتاع الكومبراتف والسوبرلاتف ان احنا بنستخدم the مع most في الصفات اللي هي بتدل على المقارنة بين حاجة واحدة ومجموعة طيب ال definite article اللي هي the بنستخدمها في نوعين الاسماء سواء singular مفرد او سواء plural جامع يعني the can be used ممكن اقول the girl وممكن اقول the girls في الحالتين تنفع ال the برضو بستخدمها مع the countable nouns و uncountable nouns في الحالتين تنفع ممكن اقول the rabbit وممكن اقول مثلا اي مثال تاني عن حاجة مش مش يعني انها مفرد ويه جامع في حالة الجامع ممكن ان انا احذف the يعني ممكن اقول rabbits بس rabbits بس من غير اي articles خالص يعني مزي المفرد المفرد لازم 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 احط article ان ما كانش اه وان يبقى the لكن في حالة الجامع عندي حرية الاختيار ممكن ان انا اقول the وممكن اشيل the خالص يعني ممكن اقول the rabbit الارانب وممكن اقول rabbit بس الارانب وهم 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 الاتنين بس فيه فرق بسيط في المعنى ان انا لما اقول the rabbit انا هقصد ارانب معينة مثلا لو حد عنده مزرعة ارانب ولا حاجة وبيتكلم عن الارانب اللي هو مربيها لكن لما هشيل the خالص وهقول rabbit وخلاص دي معناها الارانب بصفة مطلقة او بشكل مطلق في ملاحظة كمان ان احنا اه ممكن ان احنا نحزف the من الاسماء اللي هي non countable nouns زي مثلا مش هقول the information ممكن اقول information مش هقول the happiness لا هقول happiness يعني الاسماء اللي هي abstract اللي هي non countable nouns دي ممكن ما تاخد شيء the خالص فبحط الاسم على طول زي i love to sail over the water هنا او i love to sail over water زي ما احنا شفنا كلمة water دي من الكلمات اللي هي non countable فنفعت ان احنا نحطها ب the ونفعت ان احنا من غير the طيب هنا مثلا يعني دي امثلة زيادة he spilled the milk هو دلق اللبن او he spilled milk يعني نفس اللي احنا قلناه بس بامثلة اكتر ان الاسماء non countable ممكن انها تيجي be the او من غير the ولكن نخلي بالنا ان ما ينفعش اجباري ان انا احط the قبل ما يلي اسم اي بلد يعني مثلا ايجبت او مقاطعات مقاطعات يعني ما نفعش اقول the italy the mexico ولكن نخلي بالنا ان احيانا بيصدفنا ان في بعض اسماء البلاد هي اسمها جاهز هو في the مش انا اللي حط من عندي فدي في الحالة دي خلاص احنا هننطق عادي زي مثلا the united states of america هي بتتقال كده لكن لو بلد عادية اسمها بيتقال من غير the زي مثلا spain او italy انا ما ينفعش احط the من عندي ونفس القعدة بتتطبق على اسماء المدن والولايات زي مثلا ميامي او جورجينيا او الكلام ده كله ما ينفعش احط لها the نفس القعدة على اسماء اسمه شارع واشنطن بليفد ما ينفعش ان انا يعني احط له the ويبقى the واشنطن بالنسبة ل names of lakes اسماء البحيرات and base زي مثلا lake eerie بحيرة eerie او بالعربي عندنا بحيرة ناصر ما ينفعش انا اتبرع من عندي وازود لها the فتبقى مثلا the lake eerie غلط خالص وبرضو نفس الشيء لو اسم البحيرة هو اصلا بادئ بالthe ده خلاص هيبقى هو اسمها هي كده زي مثلا the lakes اللي هي البحيرات العزمة هي اسمها كده مشان اللي حاطت the نفس الشيء ما ينفعش احط the قبل اسماء الجبال زي mount everest جبل او قمة everest ما ينفعش احط the mountain everest غلط طبعا names of continents اللي هي اسماء القارات عندنا ايشيا عندنا يوروب ما ينفعش اقول the ايشيا او the يوروب غلط طبعا names of islands اسماء الجزر زي eastern island لكن برضو نفس القعدة لو انا عندي اسم جزر وهي اصلا في الاساس اسمها في the فخلاص انا بستخدمها لكن ما يبقاش انا اللي حاطت الزا دي من عندي زي the canary islands اللي هي جزر الكنارية اما بالنسبة ل names of rivers اسماء الامهار وال oceans المحيطات وال seas البحار ممكن برضو لو هو الاسم مضاف اليه ذا من الاول فانا خلاص بستخدمه زي the pacific اللي هو نهر النيل او المحيط الهادي الحاجات اللي هي خاصة بنقاط معينة في الجلوب اللي هي الكرة الارضية زي مثلا the equator خط الاستواء او the north pool اللي هو القطب الشمالي دي بتاخد ذا طبعا الgeographic areas المناطق الجغرافية زي the middle east الشرق الاوسط او the west الغرب بالنسبة للdeezers الصحراء الفورس الغابات الجلف الخلجان peninsulas اللي هي شبه الجزيرة زي شبه جزيرة سيناء ذا سحارة ذا بيرسيان جولف اللي هو الخليج الفرسي ذا بلاك فورست ذا ايبيريان peninsula دي بيتحط لها ذا لو هو اصلا موجود الذا في اسمها طيب بالنسبة بالنسبة الحالة اللي هو حسف الاداة بعض الانواع الشائعة من الاسماء مش بتاخد ارتكلز اصلا زي مثلا اللانجوجز كل اللغات والناشونالتز الجنسيات زي مثلا الشاينيز الصيني انجليش اللي هو الانجليزي والسبانيش الاسباني هتقول لي لا بس انا سمعت مرة ناس بتقول ذا شاينيز وسمعت مرة ناس بتقول ذا سبانيش كلام حضرتك صح بس هنا مش هيبقى لغة هنا هيبقى معاها ذا شاينيز اللي هو الشعب الصيني اما اقول ذا سبانيش اللي هو الشعب الاسباني لكن مش هيبقى معناها اللغة الأسبانية أو اللغة الصينية أو اللغة الإنجليزية فساعات الإكسبريشن يعني بينفع بس بيكون معناها حاجة تانية خالص بالنسبة للنيمز أوف سبورتز أسماء الريو دوت زي الفوليبول الكرة الطائرة والهوكي والبيسبول دي مفيش ذا نهائيا بالنسبة لكل أسماء المواد الأكاديمية زي Mathematics, Computer Science, History, Biology ما بتاخدش ذا نهائيا دي كانت بالنسبة للإستخدامات كلها لذ